بعد مراجعة فيلم دوس هوش ميداد النهاردة بنقدم مراجعة فيلم ارمي اوف داد داد ودي مناسبة كويسة جدا اني افكركم تشتركوا في القناة بسبب جرعة السعادة والتفاؤل والاقدال على الحياة اللي احنا بنقدمها دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو ارمي اوف داد ارمي اوف داد هو احدث افلام نتفلكس واحدث افلام زاك سنايدر وهي عودة لي مرة اخرى داخل عالم افلام الزومبي اللي قدمته كصنع افلام في الاساس ولكن المرة دي الاحداث بتاخدنا لفيجس حيث انتشر الزومبيز او الموت السائرون وسيطروا على المدينة بالكامل واصبحت مقفولة عليهم بدون اي اتصال تقريبا بالعالم الخارجي لحد ما بيجي مالك لاحد الفنادق في فيجس وبيقرر انه يستعين بجندي من المرتزقة وبيختار سكوت وورد اللي عنده خبرة بالفعل في التعامل مع الزومبيز في فيجس وبيعرض عليه صفقة مقابل انه يشكل فريق ويقتحم المدينة مرة اخرى لاستعادة 200 مليون دولار من خزينة الكاسينو بتاع الفندق بتاعه وسكوت بيوافق وبيبني فريقه وبينطلق في مغامرته اللي مليانة نوايا خفية ومليانة تقلبات غير متوقعة فيطراء ايه اللي حيحصل انا سعيد جدا ان جاتلي فرصة اني اتكلم على احد افلام الزومبيز ومش متأكد قوي بس اظن فعلا ان دي اول مرة لينا على القناة ومش هتصدقوا لما اقولكم قد ايه انا من محب النوعية دي في الافلام وبستمتع بكل الجوانب اللي فيها تقريبا العنف والدموية ومغامرات النجاة حتى عنصر القرف في الرعب اللي في العادي ما بحبوش في اي نوعية من الافلام في نوعية الزومبيز بالتحديد بقبله وشايف كمان ان النوعية دي بتسمح باسقطات كتير وممكن يتقدم من خلالها دراما كويسة والمرة دي بنروح مرة اخرى لعالم الزومبيز مع صانع افلام صاحب خبرة في الموضوع لان زاك سنايدر مخرج الفيلم والمشارك في السيناريو ومدير التصوير كذلك هو اللي عد لنا فيلم Dawn of the Dead سنة 2004 وهو تاني افلام المفضلة في تصنيف افلام الزومبيز اللي شفتها كلها بعد 28 Days Later وكاحد الخبراء الحقيقيين زاك سنايدر كان عارف ان العودة ما ينفعش تبقى من خلال قصة نجاة معتادة عشان كده دمجها مع قصة سطو ودي نوعية تانية ليها عناصر الجاذبية بتاعتها وليها سحرها ولما نزود كمان الطبيعة الفريدة بتاعت الزومبيز في الفيلم ده هنلاقي نفسنا امام اضافة جيدة اضافة مختلفة وممتعة ومقبولة دراميا فرقنا المرة دي كبير وعنده قصة رئيسية وعدد من القصص الفراعية والقصص دي كلها بتفرش طريق طويل مليان تقلبات ومليان مفاجآت بعضها بيتقدم من البداية وبعضها بنكتشفه وهو بيحصل بعضها يمكن توقعه وبعضها ممكن فعلا يكون مباغت وفرقنا الكبير ده بيقابل على الجانب الاخر مجتمع معقد من الزومبيز مجتمع منظم ومعتاد على طبيعته عندهم صفات مختلفة وعندهم اولويات مختلفة لما نبص على الملعب الواسع ده بنلاقي فيه امكانية لثراء كبير في المواجهات دي الحتة اللي فيها شوية احباط لان مشاهد المواجهات مش كتيرة ومش طويلة مقدرش اقول ان ده تسبب في ان الفيلم يكون ممل مثلا هو بس انا لقيت امكانية لحاجات كتير ومشفتش اللي انوصها تقريبا ودي بس المشكلة اللي عندي مع الفيلم بالاضافة المشكلة كمان في الطبقات الدرامية اللي عند الشخصيات لما اتكلمت مع فريق بطولة ارمي اوف داد لقيت حاجة معينة كلهم تقريبا اتفقوا عليها وهي ان الدراما المتعلقة بالشخصيات بتاعتهم هي عنصر الجذب الرئيسي اللي خلاهم عاوزين يشاركوا في الفيلم ودراما الشخصيات موجودة فعلا بس ما شفتش انها كانت فريدة زي ما هم مصممين خط الدراما الرئيسي في الفيلم متمثل في علاقة سكوت وورد ببنتو كيت وهي علاقة معقدة وبتغلف كل فصول الفيلم تقريبا ولكنها مكررة ومش فاهم قوي ايه الجديد اللي فيها يمكن الثنائي الافضل بالنسبالي في الفيلم هو فاندرو وديتر والتحول الكبير اللي حصل في علاقتهم من بدايتها لانهايتها خصوصا وان الثنائي ده هو المتحكم في الضيف الجديد اللي داخل معنا في افلام الزومبيز والضيف ده هو عملية السطو والاحداث الخاصة باختراق الخزنة واستعادة الكنز بس بشكل عامل عنصر المميز لفريق البطولة هو ان كلهم تقريبا مش معروفين ولو تفتكروا احنا لسه متكلمين عن حاجة عكس كده تماما في مراجعة فيلم دوس هوش ميداد لما قلنا ان فريق البطولة المتكون من ممثلين معروفين خلى كل المواجهات غير متوقعة وللمفاجأة في ارمي اوف داد لما جبنا فريق بطولة اغلبهم مش معروفين وصلنا لنفس النتيجة ما بقيناش عارفين في كل مواجهة مين اللي حيتم التضحية بيه ومين هيكمل وده ادى لاضافة عنصر الحماس والترقب لكل المواجهات اللي فعلا كانت ممتعة وفعلا كانت متنوعة عنصر التقزص فيها ما كانش تقيل قوي ودي حاجة احترمتها برضو عجبني جدا توظيف طبيعة المكان اللي احنا فيه احنا في فيجس عاصمة الاستعراضات والكازينوهات والفلوس والمقامرات وكل الحاجات دي تقريبا بتلعب دور في مواجهات الفيلم وبتطفي لمسة كوميديا بتزود من مقاومات المتعة حتى الزومبيز كنت بحس ان اداءهم مصرحي شويتين عجبني جدا كمان في الفيلم على مستوى السيناريو انه واعي بمفردات العالم اللي احنا عايشين فيه النهاردة مش قادر اقول لدرجة الاسقطات يعني بس صورة القرارات الحكومية مطيرة جدا للاهتمام شكل المدينة والعالم اللي تبنى حواليها كمان مهم جدا وده برضو لخدمة عناصر الاستمتاع بدون تحميل الفيلم باي شيء هو مش عاوز يشيله ارمي اوف دا داد فيلم ضريف جدا وممكن يشغل عندي مكانة متقدمة جدا ما بين افلام الزومبيز بس ده بعد ما يعدي باختبار الزمن اختيارات فريق البطولة والتمثيل بالكامل موفقة وفصول المغامرة كانت متنوعة ونجحة رغم انه في رأيي كان فيه مساحة الاكتر من كده بس يبدو ان الناس ما كانتش عاوزة تحرق كروتها كلها خدتوا بالكم انتو من موضوع الكروت والكوتشينا وفيجاس دي حاجات مقصودة على فكرة يعني تقييمي لفيلم ارمي اوف دا داد هو 8 من 10 ويبدو اننا مقبلين على رحلة طويلة مع العالم ده لان فيه قرار بالفعل بمسلسل رسوم متحركة وبفيلم بيتناول الاحداث اللي قبل الفيلم ده رغم ان نهاية الفيلم ده خلتني سخنان اكتر عشان اشوف الجزء التاني وفي منقشة الحلقة عاوز اعرف ترتيبكم لافلامكم التلاتة المفضلة ما بين نوعية افلام الزومبيز ياريت تساهموا في الكومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول بول تابعوني على فيسبوك و تويتر و نيمو و انستجرام و باي باي